عشرة ملايين سوري بين النازحين ولاجئ يستقبلون عيد الفطر تحت وطأة جائحة كورونا وفقر شديد في اليوم العالمي للتمريد الممرضون والممرضات ضحايا وباء كورونا والنظام الصحي ارفع يدك حملة تهدف لجمع خمسة مليارات دولار لتعزيز قطاع التعليم ولتمكين الأطفال المحتاجين برنامج اليوم مع لين البديري ورؤى ريان صباح الخير مشاهدين اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اليوم نطلبها عليكم من استوديوهاتنا هنا في دبي صباح الخير يا رؤى سعات قليلة تفصلنا عن عيد الفطر وانتهاء شهر رمضان فكل عام والجميع بألف خير لدينا جولة تفقدية لاستعدادات العيد في البلدان العربية خاصة في دول النزاع التي يكون فيها دائما المواطن هو الخسر الأكبر ولكن مع ذلك يصر على الإحساس ببهجة العيد ولو بالقليل من المظاهر البسيطة يعني على سيرة العيدة يا لين خلنا أقول لك كمان يعيدك مبارك إن شاء الله ونعاد عليك بصحة وسلامة أنت وأهلك كل من يعز عليك ومن ضمن موضوعات اللي رح نحكي عنها اليوم أكيد ما رح ننسى نوجه تحية امتنان لملائكة الرحمة الممرضين في يومهم العالمي اليوم العالمي للممرضين اللي صادف اليوم خاصة وسط جائحة كورونا اللي ضربت العالم أكيد سنتابع أحوال الممرضين في دولنا العربية كيف هي أوضاعهم المالية والصحية والإجراءات المتبعة لحمايتهم وأيضا توفير بيئة مستقرة لهم إضافة إلى ذلك سنذهب إلى قطاع التعليم في الدول العربية ففي ظل التحذيرات الدولية من تدهور قطاع التعليم خاصة في الدول الفقيرة يتوجب علينا الوقوف في تفاصيل هذا الموضوع كيف أثرت جائحة كورونا على هذا القطاع وما هي الحلول للتخفيف من حدة هذه الأزمة تمر سنوات الحرب عاما تلو الآخر لتخلق واقعا جديدا هو الأصعب على شعوب دول النزاع في المناطق العربية وتوثق تقارير مفوضية اللاجئين التابعة لأمم المتحدة استمرار معاناة اللاجئين التي كانت الأشد خلال شهر رمضان في ظل الأزمة الاقتصادية وأيضا تداعيات جائحة كورونا الفعل رؤى وتوثق المفوضية مساعدة نحو ستة ألاف أسرى على تأمين احتياجات شهر الصيام ومستلزمات العيد فيما تحتاج للدعم لاستكمال عملها وتأمين متطلبات نحو ثلاثة ألاف أسرى أخرى بحسب بيانات الأمم المتحدة فإنما يقارب نحو ثمانين مليون شخص حول العالم اضطروا للفرار من ديارهم فيما تقدر أعداد اللاجئين منهم بنحو ستة وعشرون مليون لاجئ وخمسة وثمانين في المئة منهم يعيشون في البلدان النامية التي تشمل المناطق العربية فيما يقدر عدد اللاجئين في سوريا لوحدها بنحو ستة فاصل ستة مليون شخص بالفعل يعني يحاول نحو ستة فاصل ستة مليون سوري التأقلم مع ظروف الحياة الجديدة في دول اللجوء فيما يسعى نحو أربعة ملايين نازح سوري للتأقلم مع هذه الظروف في مناطق سكنهم التي تتبع للمعارضة السورية حيث يقتن أكثر من اثنين مليون نازح في الشمال السوري ويسعون لخلق مظاهر البهجة والفرح لاستقبال العيد لا يمكنك أن تمر من أمام خيمة أم صالح دون أن تشم رائحة حلويات العيد كالمعمول والكعك وغيرها وعلى أنغام صوت المهباج تعم البهجة في المكان الجميع يصنعون حلوى العيد ويصنعون معها أجواء تخفف عليهم وطأة الحرب وتذكرهم بالعيد وطقوصه بينما يكمل الأطفال من حولهم هذه الأجواء نحن متعاودين أنه ما صينا كعك على العيد يعني الواحد ما ينبسط ولا يعيد والولاد تفرح والشياب تفرح وكل يعني بالنسبة لنا عيدنا أتشعش يعني نحب نساوي شعش إذا ما عندك شي بدك تدين وتشتري ساوي شعش ينتشر سكان الشمال السوري في الأسواق قبيل انقضاء شهر الصيام في مدينة إدلب أسواق مزدحمة وإقبال على شراء الملابس والألعاب والحلوى يحاول السكان هنا استغلال توقف العمليات العسكرية في المحافظة ليعيشوا فرحة العيد والله ممتاز أحسن مقابل يعني اللي بيشوف هالأجواء واللي بيشوف هذا العيد هاي قبل العيد والوقفات وتحركة السوق ما بيقول هالحرب صار لعشر سنين عنا موجودة أنا هون بيق أخي موالح وسكاكر وضيافي العالم هون أقبل يحسني على المواد الضعيفة يعني على الرخص أكتر شي ما أقبل بليه على الرخص الناس عم تحاول أنه يديق على حالة ماديا واجتماعيا لا تفريح الأبن أو بنته أو ولده لا يشتري حاجيات العيد ويفرح الأطفال رغم الظروف الاقتصادية الصعبة يبحث السوريون في المناطق التي أنهكتها الحرب عن البهجة حتى من لم يستطع منهم شراء ملابس العيد الجديدة فأجواؤه وحدها تكفي لإدخال الفرحة إلى قلوبهم كلما مر عيد يجتهد السوريون في صناعة الفرح بما توفر من إمكانات ولو بسيطة على أمل أن تسهم هذه الأيام في تخفيف شيء من معاناتهم المستمرة منذ سنوات يمان السيد الحرة محافظة إدلب إذن زي ما شفنا لين مشاهد الفرح حتى لو بالشغلات البسيطة هذه أيام منتظرة من سنة لسنة الأطفال والكبار كلهم ينتظروا هالأيام العيد شفنا الستة الكبيرة كانت تقول أنه ممكن حيننا نتدين عشان نصنع الكعك الكعك اللي هو جوه بالتمر أعتقد وفي شغلات بسيطة بتصير عشان بس يفرحوا هالأولاد رغم أنه مرت تقريبا عشر سنوات من حرب ومشاكل وعدم استقرار وما فيش أمن لكن كيف بيحاولوا قد ما يقدروا أنهم يسعدوا نفسهم ويسعدوا أولادهم بهالأيام الفعل يعني هاي اللحظات هي الممكن تنسيهم الأوجاع الحرب وحتى الضائقة المالية اللي بيعيشوها ممكن زي ما قلت أن يروحوا للتدين يدين مقابل أن فرحة العيد لأنه ممكن تنسي هذا الهم يعني خلينا هذا بالنسبة لسوريا يعني اليمن ما بيختلف الحل فيها كتير فأيضا اليمنيون يستقبلون عيد الفطر المبارك في ظل أوضاع متأزمة ارتفاع شديد في أسعار بعض الصلع الضرورية خلال العيد من حلويات وزبيب ولوز وغيرها من البضائع يحاول بعض الشباب زرع البهجة عند الأطفال غير القادرين على الحصول على كسوة العيد من خلال مبادرات لتوزيع ملابس العيد عليهم وأيضا لنا تقدر الأمم المتحدة أن 80% من اليمنين هم يحتاجون المساعدة الماسة الضرورية للحياة في ظل انقطاع الإمدادات وفقدان مستلزمات الإنتاج من الأغذية وأيضا تعطيل التجارة مع العالم الخارجي نتابع هذا التقرير القليل من الزبيب والحلويات وما يسمى بجعالة العيد في اليمن بات كافيا لاستشعار أمين وأسرته بفرحة العيد ولو بشكل رمزي بسبب ارتفاع أسعارها هذا العام بالنسبة لعالة العيد كان أسعار رخيص الآن ارتفع لأنه إذا نلقى نشتري حاجة بسيطة بدل ما كانوا يشتروا 2 كيلو كيلو الزبيب هذا كان مرتفع الآن النفر يطلع إلى 10 ألف كان يطلع بألفين الآن أسعار خيالي كينا أروح من الوطن أروح هذا الشعب هذا المسجين تمثل حلويات العيد والمكسرات التي اعتاد اليمنيون على شرائها قيمة تطفي عليهم الفرحة لكنها أصبحت عبءا ويصعب على الكثير من الأسر توفيرها بسبب ترد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية غلا فاحش بكل حاجة بالملابس بالحلويات العيد حتى لدرجة أن الدب الغاز هذه بألفين وخمسمائة بثلاثة ألف توصل تصروا شعا مني وإحنا من وين؟ أنا ناجح فيه تعز ناجح من مكان حرب من خط نار من حارة السلال مستقر إيقار معي خمسة قوهال بالبيت من وين أدي لهم؟ ترد الأوضاع دفع بالعديد من الشباب مثل عمر في مدينة تعز لإطلاق مبادرات لزرع البهجة عند الأطفال بتوزيع ملابس العيد في محاولة للتخفيف من معاناتهم المحافظة تعز تمر بمرحلة صعبة وظروف استثنائية منذ السبع سنوات بسبب الحرب الدائرة في المحافظة فكثروا الناس المحتاجين والنازحين في المحافظة فنحن نعمل قاهدين من أجل رسم البسمة على وجوه الأطفال وعلى وجوه الأسر المحتاجة والفقيرة بتوفير الكساء لهم الأزمة الحاصلة في البلاد قللت من مظاهر الفرحة بالعيد عند الكبار والصغار على حد سوى ومع ذلك يحاول المواطنون خلق أجواء ملائمة تخرجهم من واقع الحرب تشكل الضائقة المالية وارتفاع الأسعار كابوسا يؤرق حياة المواطن اليمني ويسلب منه فرحة العيد التي اعتاد على إحيائها مجد الدين شكري قناة الحرة تعيز لمتابعة الموضوع أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الناطق الرسمي باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أستاذ فراس الخطيب مرحبا بك معنا إذن نتحدث عن نحو عشرة ملايين سوري نبدأ بالملف السوري بداية بين نازح و لاجئ كيف يستقبل هؤلاء العيد على اختلاف أوضاعهم طبعا الأزمة السورية كانت الأكبر عالميا بدون حرب العالمية الثانية أكبر أزمة إنسانية والأزمة في اليمن أيضا أكبر أزمة مع الأسف يعني يمر العيد ويأتي عيد آخر ونزال الوضع على حاله الأزمة مستمرة النزوح الشعب السوري مثل ما تفضلت عشر مليون اللاجئين يعني ثلثين هم تقريبا ناجحين داخليا في بلدهم والباقي موزعون على أكثر مئة وعشرين بلد في العالم طبعا الإنسان عندما يترك بيته يعني يصبح أكثر حاجة ويصبح احتاج في كثير من أحيان للدعم الإنساني وهذا ما يسبب يعني عبءا كثيرا على المنظمات الدولية وعلى الدول المانحة نعم أزل العناية بكل هولا ذكرت سيد فراس أنه هناك من يعني في سوريين يعني يعيشون الآن في نزوح داخلي يعني مثلا في شمال سوريا لوحدها يسكنها أكثر من نصف النازحين في سوريا الشمال اليوم يعني هي تعتبر منطقة منهكة اقتصاديا مقتضى ميدانيا لكن كيف تقيم المفوضية أوضاعهم هناك يعني لا شك أنا أوضاعها صعبة جدا لملايين الناس الذين تركوا بيوتهم ولازالوا على حالهم منذ بدء الأزمة فالنازح عندما يترك بيوته طبعا قد يفقد عمله ويفقد يعني مصادر دخله فبالتالي يعني تكون الحياة أصعب والاعتماد على المساعدات الإنسانية التي هي حد ذاتها يعني هي الحد الأدنى من نعم مقارب للحياة ولكنهم بحاجة للكثير فهم الكثير من الأطفال تركوا المدرسة الكثير من الأحالي فقدوا مصدر رزقهم فأكيد هي حالة صعبة لكل هؤلاء الناجحين سيد فراس يعني اليمن ليست أحسن حال من سوريا بالحديث عن الوضع في اليمن الأمم المتحدة حذرت كثيرا من تفاقم الوضع في اليمن هل يستطيع اليمنيون أن يتحملوا أعباء العيد وتكلفته أم ماذا لا طبعا فالعيد هي مناسبة لأولئك الناس الذين يستطيعون تحمل تكاليف العيد من ملابس لأفصالهم ومواد غذائية ومشابها من فرحة العيد لكن بالنسبة بالناجحين واللاجحين فهم تقريبا يعني محرومون من الحياة الطبيعية فما بالك بالعيد فأكيد هي حالة تمر عليهم وهي حالة صعبة ولابد من يعني الحل الذي يكون يعتمد على السلام وإيجاد فرصة لاستعادة كلها لحياتهم حياتهم يعني نتمنى أنه فرحة العيد نتعوم بجميع دولنا العربية شكرا لوجودك معنا ناطق رسمي باسم المفاوضية السامية لشؤون اللاجئين في راس الخطيب شكرا جزيلا لك بعد قليل نتابع في اليوم العالمي للتمريد الممرضون والممرضات ضحايا وباء كورونا والنظام الصحي ابقوا معنا أهلا بكم من جديد منذ تفشي وباء كورونا حول العالم كان الممرضون رفقة الأطباء في البلاد في الواجهة للتصدي له في المستشفيات وكذلك المراكز الصحية وسط غياب الدعم المعنوي وحتى المادة اللازم لهم في ظل هذه الظروف الصعبة واليوم ووسط هذه الجائحة وعالم تتعدد فيه الحروب والأزمات وكثرت فيه الأمراض المعدية يحتفل المجتمع الدولي في 12 من شهر مايو من كل عام باليوم العالمي لملائكة الرحمة الممرضين وتأتي هذه المناسبة في وقت يواجه العاملون في قطاع التبريد ضعفا في الأجور ونظاما صحي المتهالكا عدا عن النقص الكبير في عدد الممرضين في دولنا العربية في ظل تزايد هجرة العاملين في القطاع الصحي وهذه نظرة سريعة على أعداد الممرضين في وطننا العربي نجد نقصا في الكادر الصحي عموما وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية الصادر العام الماضي على سبيل المثال في السودان هناك أقل من عشرة ممرضين لكل عشرة ألاف مواطن سوداني أما في الجزائر فهناك عشرة إلى تسعة عشرة ممرضا لكل عشرة ألاف مواطن جزائري الرقم ذاته يتكرر في مصر التي تعاني من قطاع صحي مجهد النسبة الأكبر من الممرضين في غرب إفريقيا نجدها في ليبيا حيث يتواجد أربعين إلى تسعة وأربعين ممرض في خدمة عشرة ألاف مواطن ليبي اليمن هي الأخرى تشهد معاناة كبيرة في هذا القطاع حيث نجد أقل من عشرة ممرضين لكل عشرة ألاف مواطن يمني أما على صعيد سوريا ففيها عشرين إلى تسعة وعشرين ممرض لكل عشرة ألاف مواطن سوري في حين تعتبر الكويت الأفضل في هذا القطاع عربيا بتوفير خمسة وسبعين إلى تسعة وتسعين ممرض لكل عشرة ألاف نسمة في البلاد نعم ريني وأيضا في الأردن تحتفل الكوادر التمريضية بيوم التمريض العالمي بعد عام مليء بالآلام والإرهاق الصحي والنفسي خلال مواجهتهم جائحة كورونا داخل أروي قد المستشفيات وغرف العناية الحثيثة وصد دعوات بتحسين أو ضعم المالية والصحية لحمايتهم وأيضا توفير بيئة مستقرة نتابع التقرير بعد أيام من زواجهما العام الماضي اختار الممرض الأردني هيثم زوجته إيمان أن يقضيا شهر العسل في قسم عزل مرضى كورونا في إحدى المستشفيات الأردنية عقب تطوعهما لعلاج المصابين بالفيروس كنا نحن أزواج جديدين الزواجنا ما صنعنا تقريبا شهر لكن نحن استفدنا بتجربتنا هذه بمهارات ذاتنا وأضافت لأن هذه تجربة بخبراتنا أما زوجته إيمان فتستذكر هي الأخرى هواجس نفسية وصحية خشية الإصابة من خلال عملهما كممرضين لعام كامل بين المصابين في المستشفى كان مريض يظل فترة طويلة لحاله لأنه لا يوجد زيارات فكاننا نمشي من الجانب العلاجي والنفسي للمريض خوف كان هذا الفيروس جديد ونحن لا يعرفين ما طبيعته وكيف ينتقل وشو العلاج تحديات عديدة تواجه قطاع التمريض في البلاد تتمثل بضعف حماية الكوادر الصحية من الإصابة بفيروس كورونا وأخرى تتعلق برواتبهم وحوافزهم المالية المتدنية جميعها أسباب دفعت العديد من الممرضين إلى البحث عن فرصة أفضل داخليا من مستشفى لآخر أو الهجرة إلى دول أخرى هذا النقص الآن بين اتجاهين يأما هجرة الممرض داخل الأردن لبحثوا عن فرصة أفضل وهجرة خارجية في عنا قطاعات مختلفة في عنا قطاع العسكري في الطبي عنا قطاع حكومي وعنا قطاع جامعي وعنا قطاع خاص لكل قطاع له خصوصيته الخاصة لكن في المجمل في النهاية يجب أن يكون هناك راتب مجزي حوافز مجزية 36 ألف شخص يعملون في قطاع التمريض والقبالة في الأردن تطرح تساؤلات حول ضرورة دعمهم في ظل وجود حاجة ماسة لهم بسبب الجائحة في اليوم العالمي للتمريض دعوات داخل المستشفيات الأردنية لتحسين واقع الممرضين المالية والمعيشية والصحية أيضا لدعم هذه الطاقات الشبابية وسد حاجة المستشفيات ومنعها من هجرة داخلية أو خارجية بحثا عن الأفضل حيدر العبدالي الحرة عمان وفي ألمانيا يعتبر قطاع التمريض من أكثر القطاعات التي تتطلب اليد العاملة هذا القطاع يرغب به كثير من المهاجرين في برلين وعموم ألمانيا خاصة أن المشافي ودور الرعاية الصحية باتت تحتاج لزيادة في أعداد الممرضات والممرضين منذ بداية جائحة كورونا هذا الأمر الذي يضمن وظيفة ودخل لمن ينهي دورات تدريبية في هذا المجال نتابع رغم أنها عملت في مجال التدريس لسنوات في سوريا لم ترغب عبير بمتابعة العمل في هذا المجال بعد قدومها إلى ألمانيا لما يتطلبه ذلك من تعمق في لغة لم تألفها وبعد مرور ثلاثة أعوام من استقرارها في العاصمة برلين قررت أن تتخصص في مجال التمريض والرعاية الصحية أنا اخترت هذه المهنة لأسباب إنسانية بحثة لأنه هنا في ألمانيا فيه كثير من العجائز من الكبار بالسن وهذا الشيء أكيد بحاجة لرعاية لإلون والحلو والأحلى من هيك أنه ما بده كثير لغة عالية مدتها هي 6-7 شهر وشهر بركتيكم بالمشفى اختبار وفورا بعدين على الشغل وجدت عبير على غرار أمثالها من المهاجرين فرصة حاجة المشافي الألمانية للمختصين في مجال التمريض ومساعدي الممرضين مع تفشي جائحة كورونا ليلجوا هذا المجال مستفيدين من فرص تلقي التدريب لدى العديد من مراكز التأهيل المهني في مجال التمريض بالتعاون مع برامج الحكومة الألمانية الخاصة بالاندماج وتوفير فرص العمل نحن بمركز أبل سين عام نحاول نختصر هذا الطريق ويكون في عنا زي دورة تدريبية تدريب مهني نخرج من خلاله كثير متدربين يكونوا مساعد ممرض في عنا مساعد ممرض أو مساعد ممرض إسعاف أو مساعد ممرض بالرعاية الصحية يكون معه شهادة حتى يقدر يعمل هذه المهنة وهذه التدريب المهني لا يتجوز من ستة إلى سبعة أشهر وفرص العمل دائما متوفرة ونحن كمان نساعد بفرص العمل بكثير مشافي أو بالرعاية الصحية أو بالمراكز الطبية جدير بالذكر أن هيئة المشافي الألمانية أعلنت أنها وظفت حوالي ثمانية عشر ألف مختص في مجال التمريض منذ بداية جائحة كورونا يسعى الكثير من المهاجرين إلى التخصص في مجال التمريض في ألمانيا نظرا لحاجة المشافي ودور الرعاية الصحية لهذا التخصص بشكل مستمر وسهولة الحصول على فرص عمل بعد الانتهاء من دراستهم مكسيم ليسى الحرة بيرلين تنضم إلينا من بيروت ومن مقر النقابة نقيب الممرضات والممرضين في لبنان ميرنا ضومت مرحبا بك معنا أستاذ ميرنا كل عام وأنتم بخير بداية خلينا نحكي عن مصير التمريض في بلداننا العربية في ظل تضاقل العاملين يوما بعد يوم أنا أشكركم وبعايد كل المرضات والمرضين بكل العالم هذا نهار كثير مهم لألنا وبشكركم أنكم تدووا على هذا الموضوع نحنا في لبنان خصوصا ما لدينا مشكلة بأعداد الشباب والصبايا يلي عم بيجوا ليدرسوا تمريض نحنا سنة الماضي خرجنا 1200 مرضى ومرض على مستوى جامعي السنة إذا الله راد ابتداء من شهر حزيران رح نبلش نخرج 1700 مرضى ومرض المشكلة عندنا كيف نستبقيهم بالوطن وبفتكر هذه مشكلة جميع الأوطان العربية لازم ينحط خطة للاستبقاء لأنهم يتخرجوا هالشباب يأخذوا سنتين ثلاثة خبرة وبعدين يفلوا ويلي عم يفل هم من حملت الشهادات الجامعية من يلي عندهم خبرات وهذا بشكل خطر سيدة مبنى زي ما ذكرت الدول الغنية إن صح التعبير هي بتخطف الممرضين والممرضات اللي بيكونوا فيه ذوي داخل منخفض لو نبقى نقول برأيك ويش السبب؟ إيش اللي خليوا أنهم يروحوا لأماكن ثانية بعيدة عن أوطانهم؟ الممرض أو الممرضة هو إنسان ودايما كل إنسان بيطمح أنه يحسن مستقبله ومستقبل عائلته الدول الغنية بيحاجر مرضاتهم مرضين وعم بيتم مش بس بالمصاري يعني عم بيتم إغراءهم أنه بتروحهم نعطيكم جنسية منعلم لكم ولادكم ببلاش هو كل هالباكيج هيدا هو من الإغراءات يعني عم بتخلي مرضاتهم مرضين الدول العربية تتجه إلى الدول الغنية ونحن بنعرف منظمة الصحة العالمية أعلنت أنه لسنة 2030 العالم رح يكون بحاجة لتسعة مليون مرضى ومرد وهلأ زيد العدد بسبب كورونا في كتير توفو في كتير تركوا المهنة العالم صار بحاجة لتناشر مليون مرضى ومرد من وين بدون يجبون الدول الغنية رح تجرب تستقطب وعم تستقطب المرضات والمردين من الدول يلي هي أقل غنى ويلي هذا بالوضع العادي هي عم تقدمهم العالم بحاجة إلى الكثير من الممردين لكن ماذا عن تأثير كورونا على واقع التمريد والعاملين فيه سنتابع هذا التقرير ومثم نستكمل حوارنا معك أحمد ممرض مجاز في مستشفى رفيق الحرير الجامعي بعدما يقارب 12 عاما من العمل الإنساني يجد نفسه مرغما على اعتماد خيار الهجرة الصعب بعد عجزه عن تأمين حاجات أطفاله بسبب تدني راتبه نورس في لبنان اللي كان يقبض ألف وخمسمائة وألفين دولار هلأ صارت تحولينه على الدولار على الأزمة 200 دولار هو يخسر 80% من قيمة المعاش تبعيته فأنا لأنه عندي عائلة ما فيه ظلني مكمل أنا بهذا الليفل من الشغل وتعب وآخر شيء ما فيه مصاري وهكي فأرادت أنه أنا سافر هلأ خمسة تقريبا فلين مع بعض هيدا الشهر وفيه قبلنا كمان كتير فلو وفيه بعضنا أكيد بدو يفل انعكست هجرة الخبرات الطبية والتمريدية بشكل سلبي على بعض العائلات خلود طبيبة التوليد في مستشفى الحريري غادر زوجها لبنان لتتحمل وحيدة مسؤولية أطفالها تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن نقابة الممردين والممردات أن أعداد المهاجرين من قطاع التمريد وصل إلى ما يقارب الألف من ذوي الخبرات هيدا مشكلة كمان عشان اجتماعيا تعرف فيه لولا بدأ مش بس قصة كارير كارير ويز الواحد بيقول بيتحمل بركي بيقدر يبقى في هالبلد وهيك بس اجتماعيا شوي ممكن صعبة بس كمان ما منعرف شو هيصير معنا زينب واحدة ممن كانوا في الخطوط الأمامية في مواجهة فيروس كورونا هذا الوباء كان أحد الأسباب الذي فاقم أزمة القطاع التمريدي اليوم تساهم في عمليات التلقيح تقول إن مواجهة هذا الوباء شكل أكبر تحدي للجسم التمريدي بالإضافة للعناية الطبية اللي عم نقدم لهم إياها نعطي دعم نفسي كتير كبير لإلهم لأنه كلهم بيجوا عندهم عندهم ضغط نفسي عندهم صدمة من هذا المرض لأنه كله بعده عندهم مش واضح تقول نقيبة الممرضين والممرضات في لبنان إن الجسم التمريدي والطبي ينزف بسبب هجرة الكثير من ذوي الكفاءات إلى الخارج وأعلنت النقابة عن حالة طوارئ تمريدية في اليوم العالمي للتمريد لا يبدو قطاع التمريد في لبنان بأحسن حالاته هو يعاني اليوم من هجرة عشرات الكوادر التمريدية بسبب الضائقة الاقتصادية والمالية ما يهدد القطاع الصحي في المرحلة المقبلة سحر أرنقوت الحرة بيروت بالعودة لك سيدة ميرنا يعني كيف أثر كورونا على واقع التمريد والعاملين فيه وما هي التحديات التي تواجه القطاع الصحي بشكل عام والممرضين يعني زي ما شفنا في أحد التقارير الرسمية ذكرت أن العجز في المناطق التي تعاني من نقص في الكوادر التمريد سيبلغ تقريبا 5.7 مليون كادر بحلول عام 2030 وهذا رقم كبير برأيك هل هناك حلول مطروحة أم ماذا؟ إذا بدي أقول لك بالنسبة لنحنا وضعنا بلبنان الكورونا ليس هو السبب الرئيسي يلي عم بيؤدي للهجرة بالعكس مرضات ومرضين لبنان تعاملوا مع الكورونا بطريقة بطولية نحنا يريد بس عم نتعاطى مع الكورونا نحنا مشكلتنا مالية اقتصادية وهذا هو السبب المباشر للهجرة لولا ما كان عندنا هالمشكلة المالية الاقتصادية مرضات ومرضين لبنان ما كانوا بفكروا يتركوا بالعكس كانوا باقيين وكانوا عم بيتعاطوا مع كورونا بطريقة كتير بطولية يعني على الخطوط الأمامية قبل ما صار في أي لقاح هن كانوا عم بيدافعوا عن الشعب اللبناني وعن صحة الشعب اللبناني مشكلتنا برجع بعيد هي مشكلة مالية وأكيد هالمشكلة هايدي اقتصادية قدت إلى هجرة كتير كبيرة من مرضاتنا ومرضينا وهالهجرة هايدي اللي عم بتعم العالم العربي رح تأثر بطريقة مباشرة وغير مباشرة على القطاع الصحي لأنه نحن بنعرف العمود الفقري لأي قطاع صحي هن المرضات والمرضين إذا كان بالمراكز رعاية صحية أولية إذا كان بالمدارس إذا كان بالمستشفيات لأنه المرضات صحيح أكتريتهم بالمستشفيات بس نحن مش بس بالمستشفيات إذا كان أساسة الجامعات كمان بلشنا نشوف هجرة إلى البلاد الأجنبية والغنية اللي عم تستقطبون لازم يكون عندنا خطة كل بلد حسب المعطيات على المستوى الوطني لا استبقاء ومش غلط أبدا نعمل خطة على مستوى الوطن العربي كلنا سوا نقعد ونحكي طريقة لنقدر نحافظ على مرضاتنا ومرضينا ونحفظ صحة الوطن العربي وسحة أوطاننا كل عام وجميع ملائكة الرحمة بألف خير كما تم التسمية شكرا لوجودك معنا نقيبة الممرضات والممرضين في لبنان ميرنا دومت شكرا جزيلا لك بعد قليل نتابع ارفع يدك حملة تهدف لجامع خمسة مليارات دولار لتعزيز قطاع التعليم ولتمكين الأطفال المحتاجين ابقوا معنا مشاهدين تزداد التحذيرات من أن الأطفال في العديد من البلدان الفقيرة والنامية باتوا محرومين وهم الأكثر تضررا بسبب الأثار السلبية التي فرضتها جائحة كورونا على قطاع التعليم في تلك الدول والمناطق نعم نعم نين ووسط مناشدات دولية لحكومات العالم بالمساهمة في التعهدات المالية لتمكين الأطفال المحتاجين من الحصول على التعليم أيضا تستمر حملة ارفع يدك التي تهدف إلى جمع ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار لمساعدة نحوم مليار طفل في الحصول على التعليم من ضمن تسعين دولة في منطقة منخفضة الدخل وتشارك دول مجلس التعاون الخليجي في الحملة من خلال قادة صندوق التنمية الخليجية وتقود حملة التمويل هذا الشراكة العالمية للتعليم بالتعاون مع مؤسسة دبي للعطاء البنك الإسلامي للتنمية يجابه اللاجئ السوري مصطفى الأحمد تحديات تأمين مواصلة تعليم أطفاله السبعة يمنعه وضعه الاقتصادي الصعب من توفير أجهزة رقمية تكفيهم من أجل تطوير مهارات القراءة والكتابة ليجد الأب نفسه يتجرع مرارة أتعاب اللجوء مضاعفة حيث تفاقمت أزمة التعليم وسط جائحة كورونا مداية الأمر هو الواحد مضغوط ماديا كونه تقرب من بلد لبلد تمام بس بكورونا صار الوضع أكثر يعني يعني احنا بحاجة أقل شيل ثلاثة أو أربع أجهزة تغطن أولادي أنا ما عندي جهاز واحد يعني كحال الملايين في مناطق حول العالم تضاعف عدد الأطفال غير المتحقين بالمدارس في شمال سوريا بسبب انتشار فيروس كورونا والفقر حسب منظمة أنقذ الأطفال هذا بينما تقدر اليونساف أعداد من واجه مصاعب أو حرم من التعليم ب110 ملايين طفل مؤشرات تنذر بالخطر وسط تراجع فرص الحصول على التعليم في العديد من البلدان حول العالم حالة طوارئ تعليمية توصف بالأكبر تسببت فيها النزاعات من جهة وجائحة كوفيد-19 أزمة باتت تستدعي لانتباه وسط دعوات إلى حث المساعي لتأمين تمويل أحد أشد القطاعات تضررا جرس الإنذار تدقه منظمات عالمية إنسانية من حدوث كارثة تربوية تمتد لأجيال هواجس دفعت للإسراع بضخ مئتين ومليوني وخمسمائة ألف دولار لتعزيز قطاع التعليم ضمن حملة إرفع يدك التي تهدف إلى جمع ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار أمريكي لمساعدة حوالي مليار طفل في الحصول على التعليم حملة تمويل للشراكة العالمية للتعليم التي تستهدف جمع خمسة مليارات دولار لتعزيز ودعم حياة ملايين الأطفال وحقهم في التعلم هي حملة طموحة ولكنها ليست سهلة لتتحقق على أرض الوقع وفي وقت يأتي توجيه الاستثمارات نحو قطاع التعليم تحرم الصعوبات الاقتصادية بسبب جائحة كورونا ملايين الأطفال المحتجين من التعليم وسط انتشار لمعدلات الفقر وضع يقابل في الوقت الراهن بتحذيرات وسباق مع الزمن للتخفيف من هذا الأثر مصطفى سكحال الحرة دبي وترتكز التعهدات المالية وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط على أسليب تمويل مبتكرة ستساعد في تطوير قطاع التعليم في الدول المنخفضة للدخل الفعل رؤى نبقى مع الزميل مصطفى سكحال ولقائه التالي مع الدكتور طارق محمد القرق الرئيس التنفيذي لدبي العطاء والرائد الإقليمي للشراكة العالمية للتعليم في المنطقة نحن لازم ننظر إلى وضع التعليم ما قبل جائحة كورونا التعليم كان عندنا 75 مليون طفل وشاب في حالات الطوارئ غير ملتحقين بالمدارس عندنا أكثر من 400 مليون طالب وشاب عالميا غير ملتحقين بالمدارس عندنا أكثر من 600 مليون طالب وشاب ملتحقين بالمدارس لكن ليس يتعلمون لا يوجد جودة في التعليم وإذا التدفقات المالية تمت على ما هي يعني ما نزلت ولا ارتفعت اليوم سيتخرج عندنا 800 مليون طالب وشاب يعني كلهم شباب في سنة 2030 ما عندهم الصفات الأساسية على أساس يتواقبون مع العمل في الوقت ذاته فالمشكلة كبيرة وجائحة كورونا كبرت هذه المشكلة بأربع ضعاف يمكن اليوم عندنا أكثر من مليار و 600 مليون طالب مش ملتحقين بالمدارس لأن المدارس سكرت في أكثر من 190 دولة 60 مليون معلم مش قادرين يدخلون في النظام التعليمي فإحنا لازم نتحالف عالميا بخصوص الموضوع هذا ولازم نضع خطط ولازم ندخل في صميم المشكلة وبدون تكوين تحالف عالمي وبدون ما يكون تكون عندنا أجندة عالمية للتعليم ما رح نحقق الهدف ورح إحنا ككوكب الأرض رح نخسر جيل كامل ما رح يتعلم شيء معناته بعد عشر سنين رح نواجه كارثة عالمية من ناحية العلم من ناحية التعلم وأيضا من ناحية المادية لأن الاقتصاد العالمي رح ينزل لأن الجيل كامل ما رح يتخرج وهنا وين الشراكة العالمية للتعليم تدخل لأن هي تمول وزارات التربية والتعليم في الدول النامية وتمول بالأصح خطط القطاعات التعليمية في هذه الوزارات وهي المنظمة الوحيدة الغير حكومية التي تحطها المبالغ الكبيرة الشراكة هذه ضرورية جدا ودخلنا معهم شراكة من سنة 2014 كنا أول مؤسسة غير حكومية وأول منظمة إنسانية تمول الشراكة دخلنا بمليون دولار في 2018 دخلنا بمليون دولار ثانية وقدرنا في نفس السنة نعطي الاستشارة لحكومة دولة الإمارات أنها تستثمر للشراكة وفي سنة 2018 دولة الإمارات كانت أول دولة عربية وأقليمية تدخل مع الشراكة العالمية للتعليم وأعطتهم منحة بقيمة 100 مليون دولار فالشراكة هذه مهمة جدا لأن من خلالها نقدر نبني تحالفات كثيرة مع الأمم المتحدة مع المجتمع الدولي مع الحكومات العالمية ونبني تحالف عالمي وهذا إحنا شغلنا كدبي العطاء يعني شغالين على قمة عالمية تعليمية إن شاء الله سنحتضنها بالشراكة مع أكسبو 2020 دبي ووزارة الخارجية والتعاون دولي الإماراتي في ديسمبر نهاية السنة 2021 ما بين تاريخ 12 و 12 اليوم الغرب اللي هو أكبر داعم للمساعدات الإنسانية ومن أكبر الداعمين وأكبر داعم أيضا إلى قطاع التعليم العالمي اليوم الغرب ما قام يحط مساعدات دولية في مجال التعليم التدفقات المالية الاستثمارات المالية في التعليم الدولي خصوصا للدول النامية نزل بشكل كبير الاجتماعات اللي صارت بالرياض وجدة للشراكة العالمية للتعليم وضعت الحكومات العربية والإسلامية وضعت البنوك العربية والإسلامية ووضعت أيضا الصناديق العربية والإسلامية في اجتماع واحد على أساس أن هذه فرصة لكل الجهات العربية والإسلامية أنهم يدخلون في هذه الفجوة على أساس يقدرون العرب والمسلمين يقدرون يكون عندهم موقع كبير عالمي في المقاعد العليا على أساس يدخلون في هذا التحالف وأيضا يضعون تدفقات عربية وإسلامية على أساس نقدر نحل مشكلة التعليم عالميا في فقراتنا الرياضية اليوم سنصلت الضوء على أسيل يوسف هي مدربة رياضية للكروسفت تحديدا التي تحاول تغيير الصورة النمطية عن الرياضة عند النساء الحوامل ومن لديهم طبعا أطفال بأنه ليس المفروض أنهم يرجعوا يعملوا هذه الرياضة إذا كان عمر أطفالهم لسه شهور صغيرة وأنه بالعكس لابد أن السيدة ترجع تمارس حياتها الطبيعية وتمارس الرياضة وتعود أو ترجع للروتين التي كانت تمارسه قبل الولادة بالفعل فأسيل منذ بداية حملها الأول وإنجابها لطفلها جهاد لم تتقطع عن تدريب رياضة الكروسفت والتي تعتمد بشكل أساسي على جهد العضلات ولأصبح طفلها جزءا أساسيا من تدريباتها نتابع سناتش دادلف تعملناها الأسبوع الماضي رح تعملوا تقريبا نفس الإشي اليوم اسمي أسيل يوسف عمري رح أصير 29 سنة اللي فات حين الباريو أنا وزوجي تقريبا من 2016 عندي طفل اسمه جهاد والطفل الثاني على الطريق حامل في الشهر السادس وبدرب رياضة الكروسفت من أول الناس اللي دربوا رياضة الكروسفت في فلسطين شهاداتي كلاتهم أخدتهم دربت لما كنت في أمريكا ولما كنت في بريطانيا وبعدين لوحنا على البلد وقالنا برضو بدنا نجيب حبنا لهذه الرياضة على البلد الرسالة الأولى والأخيرة أنه ما تخلي الحمل يوقفك بولا محل وهي شغلة من أكتر الشغلات اللي بتصير في مجتمعنا للأسف الشديد أنه إحنا زي بصير عندنا نوع من أنواع الفوبيا أنه حامل لازم أضل ميتي خوف ولازم أعملش إشي ولازم أدير بالي حرفيا حسيت أن الحمل جزء لا يتجزء من حياتي اليومية كملت حياتي زي ما هي بالظبط أدرب حصصي كل يوم ثلاث حصص أو أربع حصص في اليوم أتحرك كل يوم وهذا الإشي كمان ساعدني في موضوع الحمل نفسه كان كتير سهل علي موضوع الخلفة كان سهل علي وفي موضوع ما بعد ما خلفت كان الموضوع سهل وفوق هذا كله بعد ما خلفت وكل شيء تمام صار فكرة أني أرجح لروتيني الطبيعي كتير أسهل بالنسبة لي أنه بحس النساء كانوا اللي بيجبروا حالهم أنه يحسوا حالهم في فوبيا من أولها حتى عودتك لحياتك الطبيعية بتصير أصعب فبالتالي إحنا شو عملنا شبنا جوجه من الشهر الثاني على الجيم وصار يعود في الكوتة باع في الجيم كل الناس اتعرفت عليه بلعب معنا في الجيم بكون أنا عم بدربه وقاعد وهي الشغلة كمان ساعدتني أنا أرجع حياتي طبيعية وساعدته هو ما يعيتش في كل محل ويكون اجتماعي أكتر ويحب الناس أكتر ويظل مبسوط صراحة وين بتحسي الهون بالضبط هم هامسترنجز كتير كمان خلص جولات شباب على الوزن التقيل أنا كنت محامي وبدرب ملاكمة بارت تايم بشكل يومي بس كنت دايما أميل للتدريب وبحب التدريب أكتر وكان حلمي أن يكون فيه إلي مكان وبقدر أدرب فيه الرياضات اللي بنشوفها أهم للصحة وأخذت هاي الخطوة واستقلت من المحامة ودخلت بهذا الموضوع أكتر وعملت نادي أقدر أخلي الناس يشوفهم المنظور آخر اللي هو المنظور العائلي والناس تكون مرتاحة فيه وعلى طبيعتها فيه هلنا نضملنا جهاد صغير وفيه يوسف كمان على الطريق رح ييجي ودائما هم موجودين معنا في النادي وهذا إشي يعني الكل بيعرق بقدر يتخيل أنه مش لا يحوز على رضا لا أمي ولا أم مدامتي لأنه مش إشي عادي فيه صوت وفيه ضجة بس الحمد لله جهاد كويس ما عمروش اشتكى من الموضوع ما عمروش مبين عليه أنه كان مزعوج من وجوده في الباريو وهذا الجو المخلوق هنا يسمعين صوته وهذا الجو المخلوق هنا بيخلي كل الناس الموجودين في الباريو حتى سواء لاعبين الكروسفيت أو لاعبين ملاكمة يعني إحنا لعبين الملاكمة الموجودين شباب 16-17 سنة يتعاملون مع جهاد كأنه أخوه مصغير وكأنه مسؤولين عنه وإذا أنا وإمه مش فاضين هم بيكونوا حاملينه شغلي أنا كمبيوتر فطول اليوم على المكتب فبدون ما نيجي نفرغ الطاقة في ساعة في اليوم بيكون موضوع كثير صعب على كتافنا عرقبنا فكثير استفدت الحلو في الباريو أنه الجو العائلي اللي فيه يعني أنت ما بتروح بتلعب لحالك في سماعات وما حداش بيحكي معك لا إحنا الجو هون بشجع بعض أنت تعبان في يوم من الأيام كهير كلهم يعني إذا خلصوا التمرين ولسه في وقت الكل بيشجع اللي يضل على الآخر إذا تعبت بتروح بتلعب معه شوي بيخفف عنك يعني حلو الواحد يشوف وجه لطيف في اليوم أيضا تنتشر عيون القار في أماكن عدة من قضاء هيت غربي الأنبار هي تشكل أحد المعالم المدينة علقنا المعالم المدينة ورغم أهمية هذه العيون في إنتاج مادة القار الذي يتدخل في استخدامات متنوعة إلا أنها لازالت غير مستثمرة على الوجه الأمثل نتابع ورث علاء مهنته في طلاء الأسطح بالقير ضمن مجموعة من سكان مدينة هيت غربي الأنبار يطلق عليهم محليا لقب المجيرشية نسبة إلى الجير أو القير الذي يستخدم السكان كمادة عازلة في البناء وفي صناعة القوارب يجمعونه من عيون طبيعية تنتشر في أرجاء المدينة وبات تشكل مصدر رزق لهم شغلنا ومصلحتنا هي هاي العيون مال السيالي نجيب قير من ناحية الوفاة من جبهة ونخبط وياه من السيالي مال هيت ونقاير السطوح نسوي براميل ماستيك نسوي تنك ماستيك نبيع من عنده فعيشتنا عليها أكثر من عشر عيون طبيعية تنتج القير الممزوج بالمياه الكبرتية في هيت ويتداول السكان هنا شواهد محكية تشير إلى قدم هذه العيون منها أن هذا القير استخدم في بناء الجنائن المعلقة في بابل ورغم أهميتها الاقتصادية إلا أن تلك العيون بقيت تعاني الإهمال كما يقول سكان المدينة الذين ينتقدون الإدارات الحكومية المتعاقبة لعدم اهتمامها بهذه الثروة الطبيعية نتمنى ونسعى جاد دين وقد طرحنا كثيرا على أساد المسؤولين وأصحاب الشأن وحتى المستثمرين لغرض المرور في هذه المواقع والاستفادة منها وبالنتيجة هو ريء للجميع وليس لهيت وحدها ولو شاء القدر وكانت هذه العيون في مدينة أخرى أو في دولة أخرى لكان لها شأن آخر رغم إنتاجها الغزير من مادة القار إلا أن إدارة المدينة تكتفي بتأجير هذه الأماكن لمقاولين محليين يستخرجون منها القير بشكل محدود وبطرق تقليدية ليهدر الفائض منها متسربا إلى نهر الفرات ومتسببا بتلوث بيئي إلى جانب إنتاجها لمادة القير تعد هذه العيون مصدر للمياه الكبرتية التي تدخل في علاج الأمراض الجلدية لكن عدم الاهتمام بها حال دون تطويرها كمناطق سياحية وحرم سكان المدينة من مورد اقتصادي مهم ضيء محمد الحرة محافظة الأنبار في كل مرة يقدم مروان رشماوي معرضا أو عملا فنيا يعيد إنتاج المدينة ولسيجها العمراني بأشكال وتصورات مختلفة بالفعل يستمر هذا المصار في المعرض الأخير واستمرت الأشجار بالتصويت للفأس الذي يوثق عبر 13 قطعة مربعة من الإسمنت والشمع الواجهة البحرية لبيروت والحدود التي تنتهي عندها اليابسة وتبدأ المياه علما أن خريطة الساحل البيروتي تتغير كل فترة وهي ليست ثابتة بشكل دائم عنوان المعرض بالعربي واستمرت الأشجار بالتصويت للفأس لأن القصة تقول أن الفأس كان دائما يقنع الشجر أنه هو مثلون لأنه إيده خشب فكانوا يقتنعوا معه ويصوتونه وهي حالة بتشبه حالتنا هون بالبلد كثير هالأيام أو من فترة سألا عم نحس فيها أكتر مع اللي بمثلونا بالمجلس النيابي أتليست يعني هو فيك تعتبره أنه الجاليري ثلاث أقصام السري هايدي 2014 للتسعة عشر والقصم الثاني اللي هو الأعمال اللي نعملت بعد انفجار مرفق بيروت بأربعة قاب اللي هي مبدئياً أشلاء الجاليري لما انه تدمر المكان هيدا فأخذنا الأشلاء وعملنا فيهم أعمال فنية والقصم الثالث من المعرض هو رسوم بالغرفة الأخيرة هو رسوم نعملت بفترة الحجر الصحي فهو الأعمدة هن كانوا شغلتهم يحملوا هالأفكار طبع الأرب ناشناليزم يعني القوميات العربية ولكن من التسعينات وبالطالع بلا شي هر هيدا البنيان صاري هر كتير أي شي موجود على ظهره ممكن يقع بأي لحظة فمن وراهن قررت أنه أشتغل على سيري أعمدة اللي هي بتمثل العمران اللي عم يقع وطبعاً كتير عنا صور من حروب بالمنطقة صور دمار فكله صار يرجع وقت الشغل على السيري هيدا الفكرة منهم هي محاولة عمل نظام بعد الفوضى اللي صارت بعد الانفجار بالمرفع اللوحة اللي ورانا اسمها بيروت والبحر وهي كتير هماج يعني هي كتير فكرتها شكر للبحر لأنه تاريخ بيروت الحديث كتير إلو علاقة بالبحر من كون بيروت مرفق سابقاً هلأ ما بنعرف شو حيصير بس بيروت عاشت من ورا مرفقة بالآخر 150 سنة اللي مرأوا فحبت أنه فرج المرفق وفرج الساحل يعني العلاقة بين اليابسة والمي الفرق بين السالتين اللي بره والسالة هاي أنه هدوليك الأعمال بيتطلبوا تخطيط وتحضير مسبق وبدون وقت لينعملوا ولا تفك القالب يعني فيه البروسس طويل بينما بهاي الغرفة الشغل تقريباً جاي من اللاوعي يعني عندك ورقة بيضة وتغرب تحط الفكرة على الورقة ما في داعة خط طيلة من قبل نضرب كل شي بعد الوباء الكوفيد العلاقات الاجتماعية ما عادت من قبل والعلاقة مع السقافة أو دور العرض ما عادت من قبل فكان كثير مش مضمون نتائج المعرض هيدا ولكن اتفاجأنا أنه العالم عطشانة بدأ تشوف تقافة وفن وتسمع الآخر نهاية هذه الحلقة إلى اللقاء وأكيد لا تنسوا ترسونا بأركم على موقع البرنامج في أمان الله